يعني إنجازات كبيرة وكبيرة وفي وقت قياسي أبغى أسألك مشعل يعني عن العقبات اللي ممكن واجهتوها المشروع في بداية التحول في بداية الانتقال من مشروع إلى مشروع أكيد واجهتك العديد من العقبات ممكن الشخص اللي يناوي يبدأ في مشروع جديد يستفيد من كلامك وممكن أن يواجه نفس العقبات اللي واجهتها أنت فيأخذ بعين الاعتبار فيستفيد من كلامك المشروع الأول محل الحلويات كان في 2018 2018 أنا ما كنت أعرف الهيئة العامة المنشآت الصغيرة المتوسطة أمشي في المشروع وناظري من يسار أسأل وأمشي لكن ما بعد هذا عرفتم في شيء اسمه هيئة عامل المنشآت الصغيرة المتوسطة يقدمون ورش عمل لقاءات دورات فحاولت استفيد منه حتى استفيد من اللقاءات والشغلات اللي تصير لدرجة توقعني موظف عندهم جالس معهم على طول ففعليا عطتني الفائد أنه كيف تستفيد في إنشاء الشركة قوائمها المالية كيف توصل للعلاقات اللي تحتاجها المشاريع كيف فعليا تبحث عن مشكلة في المشروع هذا المشروع الثاني كان فيه مشروع بيبان هو كان بدايتنا أول مشروع دخلنا فيه فكان هو التحدي الأكبر ينجح في الملتقى هذا هو ملتقى ضخم يعني زوارة من رواد الأعمال والمهتمين في المجال الأعمال فحرصنا كل الحرص أن فريق العمل يكون على أفضل مستوى وعلى أفضل استعداد الحمد لله ما بعد المشروع هذا نجحنا فيه فكان هو الدافع الأول أنه نجحت في بداية مشروع الأول ما أعتقد فيه صعوبات أو عقبات بالتواجه في المستقبل مرينا برضو كانت مشكلتنا أنه بداينا ثم داهمتنا الجائحة الله يزولها فوقفنا أنه كيف هل نستمر نوقف ما إلى ذلك فحاولنا نبحث عن فرص ما بعد الجائحة لقينا فرص تمكننا من دخولنا للسوق نرجع نتعافى حبة حبة ثم اختبرنا بعد ما استقررنا طبعا مقررنا في واجهة الرياض بعد ما استقررنا في واجهة الرياض بدنا نعرف أنه لا لازم نطبق التقنيات التي نتكلم عنها لازم نحلها لازم نشوف الناس فكل عقبات وكل عقبات إلا لها حل لكن حطها هدف قدامك واشتغل عليه بفعل أستاذ مشعل وأنا أسمعك تتحدث أرى الشغف الحقيقي نحو الإنجاز وكذلك أرى أن